بالنسبة للسويتشينج سيسكو بتصنع نوعين من السويتشز حاجة اسمها كاتاليست ده كده الاسم التجاري يعني مثلا تلاقي في سامسونج يقولك جالاكسي مش عارف كذا تلاقي مثلا في سوني يقولك اكسبيريا مش عارف ايه زد وان وزد تو و هكذا فهو سيسكو بتقول على السويتشات بتاعتها الكاتاليست وفي نوع تاني اقوى بكتير من الكاتاليست اسمه نيكسوس ده تدرسه في كورسات الداتا سنتر يعني فيه كورسات اسمها CCNA CCNA وCCAE فبيركزه اكتر على نيكسوس لكن احنا تركزنا في كورس CCNA بيبقى على الكاتاليست سيسكو بتصنع موديلات كتير من الكاتاليست ده يعني مثلا تلاقي سويتش كاتاليست 2960 مثلا 3550 3560 مثلا 4500 6500 6800 850 طبعا كل ما بتعلي كل ما امكانياته بتبقى اعلى بكتير وطبعا التكلفة بتاعته بتبقى عالية احنا اكتر واحد هنشتغل عليه وهنركز عليه في الكورس اللي هو 2960 وبرده هنشتغل على 3000 3560 هنعرف ان ده layer 2 والتاني ده layer 3 سويتش اللي هتاخدها هنا هي هي هنا الاختلاف فقا في بتاعك ممكن تلاقي امكانياته اعلى شوية وهكذا سيسكو برضو بتصنع نوعين اساسيين من السويتشات في الفيكسد في الفيكسد سويتشز دي بتبقى سويتشات فيها مجموعة من البورتات اللي تقدر تركب لها كروت ولا تشيل منها كروت هو السويتش جاي مثلا 24 بورت خلاص هو انتهى على كده وفي سويتشات موديولر الموديولر ده سويتش بقى بيجي ممكن يجي فاضي اصلا يعني هو مرفوش حاجة مرفوش بورتات اصلا وانت بقى تبدأ ايه تركب له وتزبطه بمزاجك عايز تركب فيه كارتة مش عارف 48 بورت كارتة مش عارف 24 بورت عايزها فايبر عايزها كابر وهكذا تركب فيه كروت كتير وهكذا النوعين اللي احنا هنشرحهم اللي هم تلاتة تسعمية وستين و الفين تسعمية وستين والتلاتة خمسومية وستين الاتنين دولار فيكسد لو جينا مثلا كده فتحنا برنامج الباكت تريسر ودخلنا بقى على الجزء الخاص بالسويتشز هتلاقي هادي الالفين تسعمية وستين هنا مثلا فيه الالفين تسعمية وخمسين الفارقة ما بينهم ايه الالفين تسعمية وستين لو انت فتحته كده هتلاقي ده طبعا فكس ده ماينفعش على تكيب الكروت ولا شير منه كروت هتلاقي فيه اربعة عشرين بورت وحتطلق على اليمين كده بورتين دول اللي اربعة عشرين دولار سرعتهم عشرة مية ودولار جيجل هتلاقي مثلا الالفين تسعمية وخمسين مافيهوش الاتنين الجيجل على الجانب دولار وده التلاتة خمسومية وستين انا اعرف كمان شوية ان ده ليير تو سويتش وده يشتغل كمان او مالتي ليير سويتش يشتغل ليير توش يعني ده ممكن نشغله راوتر ولكن هنشوف استخدامه ايه في الواقع العام تمام كده ده برضو نفس الكلام فيه اربعة عشرين بورت وفيه اتنين بورت هنا لا لا مش محطوط فيه تمام طيب يبقى ده بالنسبة للموديلات المختلفة من السويتش هنبدأ بقى نشوف ازاي نتعامل مع هذه السويتش بيفرق طبعا سويتش عن التاني ايه بيفرق سويتش عن التاني في السرعة بتاعته طبعا ممكن يبقى عشرة ممكن يبقى مية ممكن يبقى الف فيه سويتشات بتوصل لو هي كبر اخرك 40 جيجل او او الاسبيت بتاعتنا عشرة مية لحد ألف لو كبر اخرك 40 جيجل فيه بقى السويتشات الفايبر اللي هي الفتحات بتاعتها فايبر تبدأ برضو معاك من عشرة بس دي بتوصل لإيه؟ بتوصل لمية جيجل كمام كده؟ طيب بيفرق برضو سويتش عن التاني في النامبر أوف بورتوس عدد البورتات اللي فيه كل معدد البورتات يزيد كل جبعا اكيد التكلفة هتبقى أعلى بيفرق كمان في ايه؟ في بعض الفيتشورز بقى يعني مثلا من ضمن الفيتشورز حاجة اسمها بي او اي باور اوفر ايترنت ايه البي او اي دي؟ ناخد مثلا بمثال عليها هنا كده لو انا مثلا عندي في الشركة حاجة زي الاي بي فون ده ده عبارة عن تليفون التليفون ده عشان يشتغل محتاج يوصل داتا بالسويتش ومحتاج كهرباء فابص هنا لو انا هوصله بالالفين وتفعمائة وستين هاجيب كابل كده اهو بص الدنيا ما اشتغلتش كابل لونه احمر او زي ما انت شاهد فههتر ان انا ايه اعضاب الكليك هنا كده وقام جاي بقى اسحب الادابتور بتاعه ومركبه ايه اللي حصل اشتغل اهو تمام؟ يبقى ايزا ده مش بي سابورت البي او اي فبص بقى لو جبت التلاتة خمسمائة وستين ده بقى بيدعم البي او اي ده بقى يقدر يبدي تليفون ناخد كده تليفون 200 صميع مجرد ما توصل الكابل كده هبص اشتغل على طول ده في خاصية اسمها بي او اي يقدر يدي للتليفون ده بس لازم كمان التليفون هو كمان يبقى ايه؟ يبقى بي او اي فيوصل له داتا وباور في نفس الوقت الكلام ده بقى ينطبخ على كاميرات اه دي جئارات ينطبخ على لابتوبات في المستقبل يعني ما شفتش لابتوب كده اللابتوب بتوصل له كابل اللي هو الارجي 45 ده يشتغل باور ويشتغل ده يعني ساعتها انت مش محتاج ولا بطارية ولا محتاج الاداكتور مش مستره لياتيك تغلق كبير امرحقات لياتي في في sore انت لا حال لابتوبات اللي هيختاروها لياتيك تسحب كرن تعاني هاí ن CivV التضيف انا عن نفسي مشفتش حاجه الياتي برا كبيلك ان هم هيعملوها ان شاء الله ممكن تبقى موجودة بره لكن عندنا احنا بقى متوصلنا بعد زمن لا اولية عمرهم لكن ما بعدين ده اوشن زيادة كده يعني حاجة عايزة لازم حاجة بس حاجة زيادة مش هتخصر تمام طيب لا لا انا عريته ان هو يستعمل اه يشتغل اه تمام طيب بيفرى بقى سويتش عن التانى في ايه كمان في الفيتشورز بقى اللى عليه هتلاقي بقى مثلا حاجة هندرسها مع بعض دي اول حاجة هنبدأ بيها اسمها في لانز طبعا دي هتلاقيها موجودة على السويتشات المحتربة حاجة اسمها سباننج تري بروتوكول استي بي حاجة اسمها في تي بي حاجة اسمها دي تي بي حاجة اسمها ايثر تشانل او لينك اجريجيشن اه تلاقي بقى حاجة اسمها بورت سيكيورتي حاجة اسمها دي اتش سي بي اه سنوبينج حاجة اسمها الديناميك ارب انسبكشنز وهكذا ممكن بقى انت تلاقي مثلا ممكن تلاقي السويتش الالفين تسعمية وستين ده مثلا مثلا مش بي سبورت الديناميك ارب انسبكشن اه 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 تلاقي مثلا ثلاثة خمسونين وستين بي سبورت الديناميك ارب انسبكشن فانت لازم لما تشتري سويتش شوف الداتاشيت بتاعه شوف ايه الفيتشورز اللي هو بي سبورتها ايه الابشونات اللي فيه وها كذا بحيس ان انت تشوف ده مناسب ليك للاستخدام بتاعك في الشركة ولا مش مناسب هنبدأ مع بعض باول اللي هي الفي لان اللي هي الفي لان موسيقى